القرار الثالث يتبثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية أعثاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتوليها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه إذن ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين النصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر إذا كانت هذه النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب